مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبكم أبناء الطلاب مع حل الإختبارات التجريبية الإختبار التجريبي الأول السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة أي الكنات الحية التالية لا تحتاج لأجهزة متخصصة للحصول على غذائها أحسنتم الأميبة أي الكنات الحية التالية تحتاج لأجهزة متخصصة للحصول على غذائها الإنسان السؤال الثالث أي الكواشف التالية تستخدم للكشف عن البروتينات كاشف بيوريت أي أنواع المجموعات الغذائية لتساعد على بناء ونمو الجسم البروتينات أي مما يلي من ملحقات القناة الهضمية الكبد ما العملية التي تتحول فيها جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات صغيرة يسهل امتصاصها عملية الهضم أي أعضاء الجهاز الهضمي يقوم بتخزين الفضلات للتخلص منها المستقيم ما المواد التي يحتاج إليها الجسم بكميات صغيرة لكي يبقى بصحة جيدة الفيتامينات أي المغذيات التالية تساعد على منتصاص الكالسيوم لبناء الأعظام فيتامين دال أي الأطعمة ينصح بتناولها للحفاظ على سلامة الأماء وسهولة حركة الطعام خلالها الماء والألياف السؤال الثاني السؤال المقالي فسر تحتاج الثديات الكبيرة للحجم إلى أجهزة متخصصة لنقل الطعام والهواء لأجسامها لأن النسبة بين مساحة سطحها إلى حجمها صغيرة فسر تستطيع الأميبة الحصول على الغذاء بالانتشار ولا تحتاج لأجهزة متخصصة أحسنتم لأن النسبة بين مساحة سطحها إلى حجمها كبيرة يتحول لون محلول اليود إلى اللون الأزرق المسود عند وضعه على قطع البطاطا لوجود النشا في البطاطا أذكر أسماء الأعضاء الموضحة على الرسم رقم 1 المريء 2 المعدة 3 الأمعاء الدقيقة 4 الأمعاء الغليظة 5 المستقيم ما وظيفة الجهاز الهضمي؟ هضم وامتصاص الطعام ما وظيفة العضو رقم 3 وهو الأمعاء الدقيقة؟ هضم أيضا وامتصاص الطعام ما الحركة النتجة عن انقباض وانبساط عضلات القانونة الهضمية لتحقيق الطعام داخلها الحركة الدودية؟ أين توجد الخملات الموضحة بالرسم في الأمعاء الدقيقة؟ ما وظيفة الخملات؟ امتصاص الغذاء المهضوم فسر يختفي لون محلول ثناء كلوروفينول اندوفينول الأزرق عند إضافته لمحل الليمون لوجود فيتامين سي في الليمون ما الإنزيم الذي يفكك ويهضم البروتينات؟ هو إنزيم البروتيز ماذا يحدث إذا لم تحصل أجسامنا على ما يكفيها من الفيتاميات والمعادن يصاب الجسم بالأمراض؟ ما أهمية الدهون لجسم الإنسان؟ مخزن ومصدر للطاقة أصيب حمد بنزيف في اللثة وبطء في التام الجروح وجهف في الجلد ما المادة التي يعاني حمد من نقص فيها؟ المادة هي نقص فيتامين جيم أصيب جاسم بضعف الأسنان وهاششف الأعظام ما الفيتامين الذي يعاني جاسم من نقصه؟ فيتامين دال ونقص الكالسيوم ما النتائج المتعتبة على قل التناول للإنسان للألياف والماء في نظامه الغذائي؟ الإمساك ينصح الأطباء دائما بكثر التناول الماء لسهولة حركة الغذاء في الأمعاء ومنع حدوث الإمساك عدد بعض وظائف الماء في جسم الإنسان تنظيم درجة الحرارة، سهولة حركة الطعام في الأمعاء، ضروري لدم والخلايا الاختبار التجريبي الثاني اختر الإجابة الصحيحة أي الأجهزة التالية مسؤول عن إدخال غاز الأكسوجين للجسم والتخلص من غاز ثاني وسن كربون الجهاز التنفسي؟ ما الذي يحدث لعضلات القفى الصدري والحجاب الحاجز أثناء عمل الشهيق؟ تنقبضان ما الذي يحدث لعضلات القفى الصدري والحجاب الحاجز أثناء الزفير؟ تنبسطان ما العملية التي ينتقل بها غاز الأكسوجين من الرئاتين إلى الدم؟ هي عملية تبادل الغازات أي مالي يعبر عن أكبر حجم من الهواء يمكن للرئتين استيعابه ساعة الرئتين؟ ما الجهاز المستخدم لقياس ساعة الرئة؟ الإسفيروميتر قام حمد بالنفخ باستخدام أنبوبة داخل كأس به محلول ماء الجيل الرائق فتعكر ما الغاز الذي يكشف عنه غاز ثاني وسن كربون؟ أي مما يلي يعبر عن الحركة الإجمالية للجسيمات من منطقة تركزها أعلى إلى منطقة تركزها أدنى الانتشار ماذا يحدث للجهاز التنفسي عند كثرة تعرض للتلوث الناتج عن عدو السيارات؟ هو الإصارة بنوبات الرب وإثارة الرب لماذا تتميز الحويص الهوائية بجدار رقيق لسهولة تبادل الغازات؟ أكمل الجدول التالي إنزيم الأميليز المادة التي يفاككها هي النشا ويحولها إلى جولوكوز إنزيم البروتيز المادة التي تفكها هي البروتينات ويحولها إلى أحماض أمينية إنزيم اللايبيز يهضم الدهون ويحولها إلى أحماض دهنية وجلسرين إنزيم مالتيز يهضم سكر المالتوز الموجود في الشعير ويحوله إلى جولوكوز فسر تحتوي جدران القصبة الهوائية على حلقات غضروفية غير كمية للصدارة على شكل حرف سي لتعمل على جعل القصبة الهوائية مفتوحة طوال الوقت فيستمر الدخول الهواء إلى الرئتين فسر لا يدخل الطعام داخل القصبة الهوائية أثناء البلع بسبب وجود لسان المزمار ما المقصود بعملية التنفس الخلو الهوائي وأين تحدث؟ هي عملية احتراق الجلوكوز مع الأكسجين داخل خلال الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط ماذا يحدث؟ لماذا الجير الرائق عند إمرار الغاز الناتج من الزفير فيه يتعكر لوجود غاز ثاني أسير الكربون؟ ما واضحة الحويصلات الهوائية عملية تبادل الغازات؟ تتميز الحويصلات الهوائية بجدار رقيق لماذا؟ لسهولة تبادل الغازات فسر يبطن الصح الداخلي للقصبة الهوائية أهداب وطبقة مخاطية لزجة نقول لطرد الجسيمات الغريبة والميكروبات ادرس الشكل التالي ثم أجب ما الذي يمثله الشكل الجهاز التنفسي؟ اكتب أسماء الأعضاء التي تشير إليها الأرقام على الرسم واحد يمثل ألف الأنف اثنين البلعوم ثلاثة الحنجرة أربعة القصبة الهوائية خمسة الشعبتان الهوائيتان سبعة الرئتان ما وظيفة العضو رقم ثمانية؟ هو الحجاب الحاجز ويساعد في عمليتي الشهيق والزفير ادرس الشكل التالي ما الجهاز الذي يمثله شكل الجهاز التنفسي؟ ما الذي يعبر عن كل مما يأتي الأموب الزجاجي القصبة الهوائية؟ البلون الرئتان قطعة المطط بالأسفل تمثل الحجاب الحاجز ادرس الرسم البلعوم الثالث الذي يمثل ساعة الرياضين لأشخاص رياضيين وغير رياضيين؟ ثم أجب عن الأسئلة ما أي الفئات ساعة الرياضين لديها أكبر؟ أحسنتم السباحون أي الفئات ساعة الرياضين أقل غير الرياضيين؟ ما العلاقة بين ممارسة الرياضة وساعة الرياضين؟ نقول علاقة ترضية أي بزيادة ممارسة الرياضة تزداد ساعة الرياضين؟ ما تفسيرك للعلاقة السابقة بين ممارسة الرياضة وساعة الرياضين؟ نقول لتوفير الأكسجين الكافي لزيادة النشاط فسر يزداد معدل تنفس مريض الربو عن الشخص العادي نقول بسبب ضيق الشعبات الهوائية فيزداد معدل تنفسه لتوفير الأكسجين الكافي للنشاط الاختبار التجريبي الثالث اختر الإجابة الصحيحة أيما يلي من خصائص الصورة المتكونة بالمرئات المستوية هي صورة معكوسة جانبيا ما القانون الذي ينص على أن زاوية السقوط تساوي زاوية الناكاس قانون الناكاس أيما يلي يعبر على الزاوية المحصورة بين الشعبات الصاقط والعمود المقام على سطح العاكس هي زاوية السقوط السؤال التالي أيما يلي يعبر على الزاوية المحصورة بين الشعبات المنكسرة والعمود المقام زاوية الانكسار أي مالي من تطبيقات خاصية إدعاكس الضوء البروسكوب أي مالي من تطبيقات خاصية إنكسر الضوء مستشعر المطر أي خصائص الصورة المتكونة في المرآة المستوية يريد هذا الطريب إثباتها أن بعد الصورة عن المرآة يساوي بعد الجسم عنها أي مالي يعبر عن النسبة بين العمق الحقيقي والعمق الظاهري الكثافة الضوئية الأسئلة المقالية ادرس الشكل التالي الذي يبين ناكاس شعر ضوية على سطح المرآة المستوية ثم أجب ما اسم الشعر واحد هو الشعر الصاخر الشعر اثنين هو الشعر المنعكس اسم الزوية هي زاوية السقوط اسم الزوية هي زاوية الناكاس إذا كانت قيمة الزوية هي خمسين درجة فما قيمة الزوية هي تكون أيضا خمسون درجة لأن زاوية السقوط دائما تساوي زاوية الناكاس ارسم الصورة المتكونة في المرآة لشمع طولها 3 سنتيمتر على بعد 4 سنتيمتر في هذه المرآة ثم أجب على الأسئلة كم يكون طول صورة الشمع كما هو موضح بالرسم؟ 3 سنتيمتر في المرآة كما هو موضح بالرسم 4 سنتيمتر في المرآة عدد خصائص الصور المتكونة في المرآة المستوية واحد هي الصورة معتدلة اثنين صورة مستوية للجسم ثلاثة صورة تقديرية أو خيالية أربعة صورة معكوسة جانبيا لماذا تكتب كلمة إسعاف على مخدمة سيارة الإسعاف معكوسة؟ حتى يراها السائق معتدلة ستغراء نظرا لأن الصورة تظهر بالمرآة المستوية معكوسة ادرس الشكل التالي الذي يبين مخطط لجهاز البيوسكوب ثم أجب ما فكرة عمل الجهاز أحسنتم إنعكاس الضوء ما استخدامات هذا الجهاز يستخدم في الغواصات اثنين في الدبابات ارسم في الشكل مواضع المرايا المستخدمة ليرى المراقب الجسم كما هو موضح بالشكل هذا هو الشعر الساقط عندما يسقط المرآة المرآة ينعكس عليها ثم ينعكس على الثانية وينعكس منها على عين المراقب فيستطيع أن يرى الجسم الجهة الأخرى ادرس الشكل المقابل ثم أجب عن الأسئلة ما اسم الظاهرة التي نراها في الشكل؟ أحسنتم إنكسار الضوء ما سبب حدوث هذه الظاهرة اختلاف سرعة الضوء من وسط لآخر ومن الممكن أن نقول اختلاف الكثافة الضوئية من وسط لآخر هل تتغير سرعة الضوء عندما ينتقل من وسط شفاف لآخر؟ فسر إجابتك نقول نعم بسبب اختلاف الكثافة الضوئية ادرس الشكل الذي يبين موضع السمكة في الماء عند النظر إليها ثم أجب عن الأسئلة ما الظاهرة التي يبينها الشكل؟ أحسنتم إنكسار الضوء ما اسم موضع إيه؟ اسم الموضع الظاهري ما اسم الموضع بي؟ اسم الموضع الحقيقي ما اسم الزوية رقم واحد؟ أحسنتم زوية الانكسار ما اسم زوية الثنين؟ هي زوية السقوط لماذا نرى السمكة في مكان أعلى من مكانها الأصلي في الماء؟ بسبب انكسار الضوء سبعة ماذا يسمى البعد الرأسي بين موضع الجسم والسطح الفاصل؟ أحسنتم البعد الحقيقي احسب الكثافة الضوئية للوسط الذي تتواجد به السمكة نقول أن الكثافة الضوئية تساوي البعد الحقيقي تقسيم البعد الظاهري كما هو موضع بالشكل البعد الحقيقي 3 سنتيمتر والبعد الظاهري 2 سنتيمتر إذن الكثافة الضوئية تساوي واحد ونص لماذا تفشل الطيور كثيرا عند محاولة صيد الأسباك في الماء؟ بسبب انكسار الضوء أي الوسطين تكون سرعة الضوء فيه أكبر؟ فسر إجابتك الهواء لأنه أقل كثافة اذكر تطبيقات على الظاهرة السابقة في الحياة العملية واحد مستشعر المطر اثنين قصر المطر ثلاثة تفسير كثير من الظواهر مثل ظاهر طويلة الأجسام في السواء الشفافة أعلى من موضعها الحقيقي وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المراجعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته